أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الوزارة تسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك المئات من قصور الثقافة المنتشرة في ربع مصر مما يشكل بنية ثقافية ضخمة تعمل الدولة على تطويرها من خلال الشركة الدولية وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر أكد وزير الثقافة أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا مع الاتحاد الأوروبي والتحدي المعاهد الأوروبية في مجالات دعم الصناعات الثقافية وتقديم برامج تدريبية متميزة قادرة على رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الثقافية بالوزارة وتطوير المواهب ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والفنية من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم التنمية الثقافية في مصر ويهدف إلى تعميق الشراكة مع وزارة الثقافة من خلال تقديم برامج تدريبية